موسيقى 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 السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو الثاني من سلسلة باور كويري المتقدمة او ادفانس باور كويري موسيقى موضوع بسيط موسيقى اسمه موضوع البرامترز او بالعربي ممكن نسميه المعاملات او معامل جمعها معاملات برامتر جمعها برامترز طب هنتكلم عن ايه النهاردة اول حاجة هنشوف ازاي ممكن نستخدم موسيقى اوي المعامل نقيم موسيقى We Flops اشياء مستحجبو كم голосيقى المعاملات او برامترز و نس iPod يوجد مensor العدي journaling نعدي الكويري المتت enact جانب لاحبا نقلت اداف مكان تاني وعايز اغير السورس بتاع الديتا الحاجة التالتة بدل بقى ما استخدم البرامتر بتاع الباور كويري اللي موجود جوه الباور كويري لا انا هستخدم انا المعامل بتاعي اللي هعمله جوه الExcel Sheet العديد يعني انا هعمل نفسي في مكان ما جوه الExcel Sheet Parameter و هستخدمه من جوه الوركشيت بدل ما اخش عامله جوه البرامتر واخر حاجة هنشوف مع بعض اتنين من الفونكشنز الام فونكشنز Excel.workbook ودي شفناها قبل كده في فيديوهات سابقة في السلسلة بتاعة PQB او Power Query Basics و هنشوف معها كمان النهاردة File.Contents و هنشوف ازاي الاتنين مع بعض هستخدمهم مع موضوع المعامل او تخريق المعامل من داخل نفس ورقة العمل في المثال العملي بتاع النهاردة عندي فولدر فيه تلات فايلات زي ما هاك شايف تعال نفتح اول فايل فيهم وليكن مثلا شهر جان 2019 ده الشكلات اللي موجودة عندي اول كولوم فيه الشهر بعد كده اسم مندوب المبيعات وبعد كده الكمية اللي باعها كل مندوب مبيعات في خير الشهر و قيمة البيع اللي باعها وكمان عدد الكميشن بوينتز يعني طبعا ده ميكس معاين من بروكتز هو باعه وكل منتج بياخد عليه كمية معاينة من النقاط والمطلوب وانا احسب قيمة الكميشن دي عاملة ازاي قيمة الكميشن هتكون عبارة عن ترجمة للبوينتز لفلوس وده هيكون عن طريق فاكتوري وليكن مثلا القيمة كل نقطة بنص جنيه او بجنيه او بجنيه ونص يعني تخيل عندك تلات سيناريوهات نص جنيه او جنيه او جنيه ونص وعايز اعمل الكلام ده عن طريق الباور كويري فخليني اقفل الفايل ده واروح على بلانك شيت على طول عشان ابدأ اشتغل واسحب ديتا دي عن طريق الباور كويري هروح على ديتا من ديتا هروح على جات ديتا وبعد كده فروم فايل فروم ووركبوك هاختار جان 2019 واقول له امبورت هيفتح لي النافيجيتر ادي الفايل بتاعي عندي شيت واحدة جوه الفايل فهقول له ترانسفورم ديتا عشان يفتح لي الباور كويري اداتر من الباور كويري اداتر على طول على يمين اسم الكويري جاي من اسم الشيت فممكن اغيره واسميه مثلا وليكن ده كوميشن ريبورت اللي مطلوب انا احسب الكوميشن فاسميه كوميشن ريبورت وقادي لستابس السورس راح على طول باستخدام excel.workbook وفايل.content راح جابلي من الادرس هاته له جابلي الفايل بعد كده النافيجيشن لما اخترت شيت 1 promote header و change type العملية very smooth كل المطلوب مني ان اضيف كولوم احسب فيه الكوميشن عشان اعمل كده هاختار كولوم كوميشن بوينس وحروح على ايات كولوم من الساكشن بتاع from number هاختار standard واقوله multiply انا زي ما قلت لك عندي 3 اختيارات يقمى نص جنيه يقمى جنيه يقمى جنيه ونص وطبعا ممكن على طول ابدأ مثلا وليكن بنص جنيه على طول هقول point zero five وي على طول اقول اوكي هعمل لي كولوم جديد اسمه multiplication وزي ما انت شايف بصع فيوم اللابار كده ضرب في نص جنيه ولو كده حسبتها تقريبا 16000 بوينت عاملين 8000 جنيه حسنا اغير اسم الكولوم ممكن اعمل double click وغير اسمه من هنا او اروح بقى على فهم اللابار انا بقيت شاطر في الام كود دلوقتي اروح على فهم اللابار وقادي اسم الكولوم ممكن اغيره من هنا وليكن مثلا هيبقى اسمه الجديد commission value بدل multiplication ودوس على enter وكده خلاص انا تابل بتاعي جهاز لكن عندي سيناريوهات زي ما اتفقنا ممكن نص جنيه او جنيه او جنيه او جنيه ونص طب ازاي اعمل القصة دي فانا محتاج متغير او معامل او ممكن اعمل برامتر زي ما اتفقنا علشان احدد من جواي ازا كنت عايز نص جنيه او الجنيه او جنيه ونص هعمل كده ازاي هروح ال home ribbon هليها اسمها manage parameter فممكن اختاره عطول manage parameter واختار new parameter هيفتح لي الويندو بتاعة البرامتر اول حاجة مطلوب ان انا تديره اسم فانا المراتي هسميه value per point وده اي description ممكن ازود او نقص عشان بعد كده اقدر افاهم ده يستخدم في ايه بالزبط طيب ال type بتاعة ديتا ممكن احدده على طول هو default any لكن انا هختاره على طول اقوله ده عايز دسم ال number عشان فيه نص او جنيه او جنيه ونص يبقى اكيد دسم ال number وممكن هنا اختار any value واختار current value طيب تعا نبدأ بالنص جنيه وادوس على اوكي هينشئ برامتر هتلاقي هنا على الشمال انشئ برامتر اهو الايكون بتاعه مختلف عن الايكون بتاع التابلز او الكويريز واسمه value per point بين قصين خمسة دي ال value الاسعين لي ولو جيت في النص هنا current value اللي هي النص جنيه طيب ازاي خلي البرامتر ده يسمع جوه الكويري بتاعتي حرجى على commission report هخش على formula bar اخر خطوة Multiplication دي هخش على formula bar وبدل النص جنيه ده هكتب له اعمل backspace عشان امسحها واكتب له اسم البرامتر اللي اسمه value خد بالك case sensitive فهكتب value ال V capital وبعدين pair وبعدين point وعمل العامة الصح عشان اطبق المعادلة زي ما انت شايف بفيش اي تغير لان هو نفس النص جنيه اللي اختارته يبقوا كده قابلها واشتغل معانا مزبوط تعال بقى ارجع هنا وغير ده خليها واحد بكان نص واختار في اي حتة فاضية وارجع على commission report تعال بص القيمة بقى 16000 point تحاول 16000 جنيه يبقى فعلا ضرب في واحد طب الوقت انا عارف ان هم اتهت اختيارات اما جنيه طب انا عارف انت اختيارات طب ممكن اعملها مثلا ب drop down منيو او ممكن لو رحت على parameter ثاني واختارت المرضي manage parameter هيفتح لي ثاني نفس الويندو اللي كنت تشغال عليها بدل any value دي لو عملت ال drop down ممكن اقول له list of values فحبدأ ادخل ال values المحتملة اول واحدة قلنا نص جنيه يبقى point zero five عايز value كمان دوس على plus ال value الثاني هتبقى جنيه 1.0 وال value الثالثة 1.5 كده تمام اختار default خلي default نص جنيه يعني انت اول ما بتفتح بديك نص جنيه وال current value طبعا خد بالك اختارها من drop ممكن هنا نص جنيه برضو ونص جنيه ودوس على اوكي ادي الفاليو بقت نص وعندك 3 اختيارات في ال drop down لو اختارت مثلا واحد ونص وروحت على commission report روح ببص على القيمة هتلاقي فعلا ضرب 16 الف في واحد ونص الدولي 24 الف جنيه تقريبا كده الكويري جاهزة ممكن اقول له close and load اختار table واختار existing worksheet ممكن اختار A3 وادوس على اوكي سيرود الكويري بتاعتي واخد بالك البرامتر بيبقى connection only طيب دلوقتي انا اريد تطبيق تاني لموضوع البرامتر وبردو نفس المثال بتاعنا اشوف تطبيق تاني وفي الحالة دي هيكون عاملي اكتر شوية من موضوع commission النص جنيه والجنيه والكلام ده وتعالي نشوف كم ده يشتغل ازاي فهداب الكليك تاني على commission report عشان ارجع على ال power query editor هرجع تاني على السورس ولو بصيت على السورس وفتحت الفوم لابار كده الدروب داون بتاع الفوم لابار هتلاقي ادي الادرس بتاع الفايل وادي اسمه جان 19 جوه فولدر اسمه ديتا وادي الفول باث بتاعه طب افو ده الوقتي عايز فابراري 2019 ممكن لو غيرت ممكن على طول يعرف ان انا محتاج اروح على فابراري وبالتالي انا كده اجبت كمان شهر فبراير طب لو عايز اعمل ده برضو ممكن اعمله عن طريق برامتر هاختار الحتة اللي فيها الادرس الكامل including اسم الفايل control c عشان اعمل copy وتعال نروح على home ونروح تاني على مناش برامتر ونقول له new parameter المراضي هعرف فرامتر جديد وهاسميه file path وليكن اسمه كده ممكن نحط اسكريبشن ممكن لا وتعالى برضو نقول له والله انا عايزه list of values و ادي اول value هتكون هي بتاعة شهر يناير اللي احنا عملناها مع بعض وهزود value تانية هيكون الادرس بتاع شهر فبراير فهعمل برضو paste ويجي عند جان دي اغيرها اخليها فاب خد بالك ان نفس التاتا فايلز موجودين جوه نفس الفولدر فما فيش مشكلة وازود الادرس التالت اهو control v والمراضي جان بدل ما خيرناها فبراير نخليها المراضي march وكده خلاص تمام هو كده فهم ان انا عندي data values default شهر يناير والcurrent value خليها نفس الكلام شهر يناير وقل له اوكي وعملي برامتر جديد و ادي drop down اول واحد طبعا هو هنا العنوان كبير اوي فمش بينه ولكن انت لو عملت كده ايه دخلت يمين بالاسهم هتلاقي ادي jan 19 لو اخترت اللي وراها هتلاقي feb 19 اللي وراها march 19 ازاي بقى افعل ده نفس الكلام دبل كليك عليها و control c عشان اخد اسم كلمة file path وروح على commission report وتعلي ارجع تاني على source جوه الفنكشن اسمها file content تعال نخش نختار كل اللي مكتوب جوه backspace و control v عشان احط البرامت اسمه file path ودوس علامة الصح قبلها مفيش مشكلة روح على اخر خطوة نفس الكلام ادي march الوقت يبقى مختار march عشان انا من هنا مختار march تعال نغير نخليها february وتعال نروح تاني على ال query بتاعتك اختار february يبقى على حسب الاختيار بتاعي هنا dynamically ممكن اغير file path بالشكل اللي حاك شايفه طبعا فكرة مش بطالة ممكن تساعدك او solution احسن شوية او عملي بشكل اكتر ممكن اقول له close and load انا كنت مختار اخر حاجة فبراير فهيجيب لي شهر فبراير وزي ما انت شايف بشكل دايناميكي عندي كده variables بغير نسبة ال commission وبختار الشهر اللي انا عايزه بشكل دايناميكي طبعا هي زريفة يعني سهلة اختار بس البرامتر وعندي drop down بختار ال options ولكن طبعا لو الفايل اتغير خالص فمحتاج اعمل edit البرامتر واروح اغير جوه ال drop down او ازود كمان سطر جديد فيه option جديد للفايل فيه بقى طريقة اسهل ان انا اعمل table of parameters وده في واقع الامر بتعمل جوه ال excel نفسه ما بتعملش بره ال excel طب اعمل كده ازاي؟ تعال اندي اول اسم لي report اللي شيت بتاعتنا اول واسميها commission report parameter وممكن اقابي نفس الاسم واعمل شيت جديدة واسميها commission parameter بس المرة دي بعدها كلمة table ازاي اخلي ال input بتاع ال parameter من جوه ال excel نفسه الموضوع سهل جدا هروح على الكلام الاسم انا استخدمت كلمة file path قبل كده فممكن اسميها file address يعني عشان نبقى فاهم ان دي حاجة غير التانية وهاخد copy من file address اللي انا محتاجه واعمل paste هنا ادي انا مسلا هنا مختار ويكون مثلا نبدأ بالفايل بتاع January اول حاجة هعملها ممكن ايما احاول تابل او من غير ما احاولوا تابل على طول ممكن اختار A و B مع بعض واروح على formula ووديهم اسم اسم عادي خالص واروح على define names create from selection فهيقول له من left column فهيدي اسم B1 فهيدي اسم file address فلو قفت على B1 من جوة name bar هتلاقي كلمة file address كده دي جاهزة ممكن اوديها power query هاروح على data tab هاروح على shot card فهيدي اسمه from sheet هادوس عليه على طول هيدخلني تاني power query editor وهيسمي query file address اوكي بالنسبالي وعمل promote headers وعمل حاجات عجيبة كلها ما تلزمنيش خالص فهيقف على promote headers وعمل write click واقل له delete until end واقل له delete بي confirm انا اريد ادليت وعايز بس الخطوة بتاعة source طيب دلوقتي انا اللي محتاجه الادرس ده اللي موجود هنا يعني column 1 التابل ده كله مش محتاج منه غير ال value اللي موجودة في اول سال دي فلو قفت عليها write click وقلت له drill down هتلاقي شايف كده ايه نزلي كده خلاص بقت text value وحتى بص على query بقى مكتوب عندها ABC يعني انا عندي هنا one value والvalue عبارة عن text وعمل navigation step navigation step دي عبارة عن ايه source وراح اختار zero يعني record اللي اسمها zero من column اللي اسمه column 1 يعني ارجع هنا تاني اول column بتاعي الوحيد اسمه column 1 والrecord اللي هي نمرة واحد دي query zero based الpower query zero based فبالنسباله دي record number zero فروح على navigation كل اللي عمله قال لي والله من table اسمه source انا هاخد ال record number zero اللي هي اول واحدة وهاخد ال column اللي اسمه column 1 يعني كأنه عمل look up للvalue اللي موجودة دي وطلعها الوحدة خالص طب جميل جدا لكن انا مش محتاجها كتاكست انا محتاج ال content اللي جواها لو انت فاكر واحد منبص على commission report تعال بص كده على commission report query وتعال بص على خطوة بتاعت السورس عشان يطلع محتويات اي file path اختار او استعمل فانكشن زمها file dot contents وبالتالي ممكن استخدم نفس الفانكشن دي هاستخدمها فين ها ارجع على file address دي ومن الفورم الابار قبل السورس وحابده اكتب file وبعدين dot وبعدين context اعمل قصف الاول وقصف الاخر حوالين الخطوة بتاعت السورس او خطوة النافجيشن وايه اعمل علامة الصح فاجاب لك ادي الفايل ادي محتويات ال content بتاعت ال path اللي كنا مدينه له طيب انا مش عايزة كده بس انا عايز كمان اخش جواها اخش جواها ازاي هاخش جواها عن طريق function تانية اسمها excel dot workbook فحابده اكتب اهو قبل على طول قبل file dot contents دي حابده اكتب excel وادي اول اختيار او تاني اختيار excel dot workbook وبعد كده افتح قوس قبلها وايه احط قوس في الاخر عملي بالزبط نفس العمل قبل كده ادي محتويات ال excel sheet وادي حركة الفايل اللي انا عايزه موجود جوا ال column اللي اسمه table وادي البيانات اللي انا محتاجها كلها طيب خد بالك انا محتاج اعمل promotion للهيدر بص كده معي في column 1 column 2 column 3 لا انا عايز اخلي month مكان column 1 و sales rep مكان column 2 عايز اعمل promotion للهيدر في اكتر من طريقة ممكن احط حواليها ال function اسمها table dot promote header او اكسيل توركبوك نفسها تاني برامتر بيطلب ويطلبه منك لو قلت له عليه true اعمل كاما اكتب كلمة true بال small هكتبها لك بالازرق لان قلنا ان true value بيفهمها ال power query و اقفل القوس و اعمل عامة الصح اختار تاني ال table حصل البروموشن بتاع الهيدر كده ال data بتاعتي جاهزة ممكن اختار ال column بتاع ال data right click remove other columns expand حشيل name as prefix اعمل expansion روح على transform detect data type انت كده يا معلم زي ال full بادئ الصورس بتاعك ان انا كنت اخذ ال file path و منتهي بنفس الشكل بالزبط فضلي بس ااد ال column اللي كنا عاملينه اللي هو ال column بتاع الملتيبليكيشن هختار commission points هروح على add column من standard هقول له سمحت اعملي كمان ملتيبليكيشن تعال نختار اي value دلوقتي ولتكن هي نفس النص جنيه مثلا و نقول له اوكي وبعد كده هعمل قلة الخطوة دي ارجع ال formula bar اول حاجة ملتيبليكيشن هغير اسمها و خليها commission value وبعد كده نفس الكلام هخلي بدل النص جنيه ده هخلي البرامتر اللي اسمه value pair point خد بالك هوا فيهما عطول اهو ان الموجودة عندي في ال parameters فلو اخترتها هكتبها لي عطول اهو value pair point تدوس علامة الصح add column الجديد commission value و add values محسوب على الجنيه و نص اللي موجودين و برضو تعال نجرب له و اخترت من drop down وليكن مثلا النص جنيه ويروحت تاني كل اسمها file address هلاقي ان النص جنيه حسب مظبوط و نفس الكلام في commission report تعال نغير اسمها فايل ادرس ده ما بقيت لي معنى اخليها commission report parameter table او pt وشيل خالص فايل ادرس ده منهم close and load close and load to table existing worksheet و تعال نختار اي مكان تحت البرامتر اللي عاملينه تمام جدا ادي حضرتك ال table بتاعك لو جيت بقى هنا و روحت على ال cell اللي هي فيها ال b و غيرت مثلا جان وخليته fab و دوست enter و توقف على query في اي حتة و تقول له حراك refresh جاب لك فبراير ما فيش مشكلة خالص احسن ما نخش لازم اعمل edit لل file path من جوه واختار ممكن طبعا بعد كده لو انت عارف ان الفايل بتاعك موجود في اماكن محددة تعمل بيها list drop down menu وتعمل حراك validation و كده يبقى انت قدرت تعمل نفس الكلام ولكن من جوه ال excel file نفسه يبقى احنا كده فهمنا موضوع ال parameter اعتقد موضوع بسيط وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة و سيب لي تعليق و هتقينا لينكات لبعض السلاسل زي سلسلة power query basics و سلسلة pivot table و سلسلة power pivot لو سمحت خد عنهم فكرة و كمان عندنا سلسلة بتاعت ضعمك الري ممكن هتلاقيها في الشانل بتاعتنا شكرا جدا لوقتكو و ارجو ان استفدتو و اشوفكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته